وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في محافظة الوادي الجديد وذلك للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة مع توفير مقاومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهالي المحافظة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع محافظة الوادي الجديد محمد الزملوت للاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية المختلفة في المحافظة خاصة في قطاع الزراعة إضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لاستصلاح الأراضي وجهود تشجيع الاستثمار الزراعي وذلك للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنه تم خلال الاجتماع عرض سير العمل في المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة للتوسع في إنتاج التمور بمحافظة الوادي الجديد فضلا عن جهود زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون ترجمة نانسي قنقر